السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي اشوف مع بعض تجربة للاوبن اي اي. طبعا الاوبن اي اي ده زكاء صناعي. ويلو ماسك ومجموعة من الناس المتحمسين قدموا مليار دولار تخيل الرقم لدعم الزكاء الصناعي. فحاجة مرعبة وتقدر ان انت تناقش معي وتقدر ان انت تعمل حوار معي. زي ما اشوف مع بعض دلوقتي. هو بيقول لك ان مارف ده هو الشاتبوت ده هو ده الكمبيوتر. خليني اسأله كده. اها ما بقوله فيه كان باوند في الكيلو جرام فقال لي انا مش انا حاسبه عندك يعني. بيستزرف. طيب خليني اسأله برضو ثاني عن مثلا اول طيارة طارت. بيقول لك انا برضو مش فضيلك. عندك جوجل اسأله يعني. تمام انا مش يستري بيبقوا. طيب. اه مانا من انت معا. قد اختبت المنزل لك القيام بمحاجة. اه ، في الوقت اختبت المنزل لك قم بالتواحد. انت معا نزل لك قراب المنزل بصري. انت معا نزل على حال حال. انت معا نزل مستبيع. كل شوية الزكاة الصناعية كل ما انا بكتب حاجة وبتكلم معاه هو بيطور نفسه بنفسه طب انا اسمي بقى ايه يعني ممكن يطور بتدردش معي بيولو انا معرفش من دم تجرب الزكاة الصناعية او المكياس اللي هم عملوا ان احنا نفهم ده زكاة الصناعية ولا لا ان انا خلي اكتب حاجة مع اربع شخصيات وانت بتعرفش ده حقيقي ولا مش حقيقي وانت تحاول تستنتج ويجب حد محايد ويقعد يكلم مع الاربع وفي الاخر يقول لك انا اتنين هما اللزكاة الصناعية واني هما الاشهاز طرعية طبعا خطورة الموضوع دوت ان اللزكاة الصناعية يطور نفسه بنفسه او يبقى عنده شهوة للحكم او شهوة للسيطرة فاتخالي انه يبقى نفسه بنفسه حتى لو حاجة بصد خالصة في ثواني يبقى حاجة عملاقة ويعمل الانفجار الكبير في المضاربط خلينا نسأله مثلا ايه معنى الحياة؟ اه بيقول لك دي السؤال صعب مالوش اجابة واحدة وفي فلسفة كتير او في اراء فلسفة كتير إذا سألت تجرب الـ OpenAI ستجد لك إجابة مختلفة سيستفد من الأسئلة تحتك ويطور نفسه بقواعد نفسه بقواعد نفسه سيستفد من الأسئلة تحتك ويطور نفسه هذا الفرق من التعلم الموجه والتعلم غير من الموجه سيستفد من الأسئلة ترجم الكلمة للأسباني والياباني أنا لا أعرف بصراحة ولكن هذه الحروف شكلها أسباني والفرنش والأسباني والياباني سيستفد من الأسئلة مثلاً بكتو في ويتشر وده الفيلم المفضل فهو يبدأ بقى يشوف بعض الأفلام كده يحولها لـ Emoji ممكن تدينه مثلاً بحث وتقول له لخصولي أو بحث وتدينه كلام وتقول له إيه قاعدت سياقته عشان ما حدش يكتشف أنه سرقه فهو خاص للكلام لذا تشوف الكلام ده تقرىه تشوف هل هو فعلاً لخصه بشكل حلو ولا بدل مكان أربع سطور بقى سطرين تمام؟ تقدر أنت بتعود تخليه يسيغلك الحاجات أوي 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 طبعاً هيبقى لذيذ لما يبقى بصوت يعني بدل ما يستعد أكتبه روح أقيل له إيه صحيح ومين باتمان دوت؟ فقالك باتمان دي سوبر هيرو بيظهر في الكوميكس الأمريكي كذا اللي هو تبع DC كوميكس تمام؟ وطبعاً هي شخصية غريبة يعني محتاجة فيديو الواحد وباتماني يعني ما عندهش كوا خارجه وكلنا بنحبه فهو هيبقى إدمان بالنسبة لك هو عشانت برضو تبقى عارف الـ OpenAI انت بتدخل على الموقع هيقول لك ان انت سجل عندهم تمام؟ وأجيلك دعوة بعد كده تمام؟ فمحدش ياي اس أجيلك دعوة بس ممكن تتأخر شوية هذا الموقع هو openbeta.openai.com طبعاً وفيها حاجة كثيرة جداً جداً نحن نرى الكشور ولد اشتركوا في القناة